هذه مسألة لا يعلمها إلا الله وممكن ذكال اصطناعي معناها لأنه طوى معذرة وما نعرفوش معناها من الحدود الآن عن الشخصين موجودين داخل هذه المكان ما واحد يحلف بالليمينات السبعة أنه ما هوش هو والثاني يحلف بالليمينات السبعة أنه تجيل صحيح وما زال مسر على موقفه وأنا لأ أصدقوا كليهم أنا لأ أصدقوا كليهم نعم أنت بنا نذكر له أسبوع دي قلت راه هو صحيح لا 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 أصدقوا معناها لا أحسبوا فيهم الصدق هذا هو معناها لا أسبق الصدق المسألة الثانية ما نعرفوش ساعة هل أنه كل التشجيل موجود أم لا أم هذي أجزاء من التشجيل فقط ما نعرفوش إلى حدود الآن نتيجة الاختبار الفني ونحن عنا واحد المعنى بالاختبار الفني أقسم أنه لن يصدق أي اختبار فنيجي الحاجة اللي بعد هذي يا مواز راهوا الحديث على أنه هذا خطاب داخل يهم الحركة فقط راهوا مش معقول أنه نوليه ونطبعه مع فكرة أنه هذا السياسي تابع لفرنسا وهذا السياسي تابع بريطانيا وهذا تابع أمريكيا والمسألة تتعدى كأنه معناها عادية وهذه عشناها صحيح في العقد الأخير وعشناها ذا يتابع قطر وذا يتابع الإمارات وذا يتابع كذا لكن كنا نعتبروها من قمة الفوضى السياسية وإنه الناس وقت يتطبع مع هذا الخطاب رأي فتحت الباب أمام الشرعانة أولا معناها عمالة الجهات والأحزاب والأشخاص لجهات أجنبيت والمسألة عادية الناس تتحدث ذاك تابع الإمارات شو معناه تابع إمارات؟ شو معناه تابع قطر؟ شو معناه تابع فرنسا؟ شو معناه تابع أمريكي؟ شو معناه استسهال قول من هذه المسألة؟ هذا يعني عشنا عليه من 2011 ايه بالضبط هلو ما زلنا عايشين عليه شو معناها؟ وعنا عنا تسجيلات سيب قراءة وانا حكيت مع سافر فلاني وقتلوا ذاك الله وقتلوا ولا بيتحدش هذا رئيس حكومة نفس جهة مصربة اهي دونك ما لازمناهش اليوم نوليه ونعتبروا انه هذي أول حاجة مسألة داخلي لا حبيب ما هيش مسألة داخلي المسألة الثانية ما لازمناهش نطبعوا معها وتذكروا كأنه في خلاف عادي راهوا وقت لتجي تتهم شخص بانه تابع تلك الجهة ووضح لنا شو معناها تابع تلك الجهة؟ لانه ما عادش مقبولة هذي المسألة شو معناها ناس تعمل في السياسة اليوم في البلاد كل واحد محسوب علي حانوت في الخارج يعادة نجيبوا سفراء الدول هذي يحكيوهما في البلاتوات خير عليش نعمل وكالاء والصناع كل مسألة ولت بهذي الطريق وبالسفور هذي وفلان محسوب وفلان يخدم عن كذا وفلان يعبر عن موقف الفلاني وفلان يعبر عن موقف كذا الحاجة الثانية رو الحديث على الفلوس معز وهو جيته من الخارج وهو دخلت له من بره وهو كذا وضحونا يا أهل الخير راهو شكونا يا أهل الخير هي للناس لي ما منسوبة لها هذي التصريحات فيسبوكا وتتشجيلاتا وتسريباتا وتسريحات ذاعي الكل نحكي بغض النظر على هذا التسريب نحكي توا على تنظيم العملية السياسية في البلد راهو مسألة تدفق الأموال من الخارج راهو مسألة ما تنجمش تكون معاها حياة سياسية سليمة في البلد والمسألة هذي لازمها تتوضح ما لازمش الناس راهو تحكي تهاوها جابوا فيلي جيت فلوس تتعدى عادي ومسألة داخل مش مسألة داخلية وعن التسريب سابق القيادي سابق في حركة النهضة تسريح مش تسريب سامي لا عنا تسريب تعادل دعداء عنا تحدث عليه يتحدث على فليجيت يتحدث على فليجيت ويقول مشيت أنا ويسمي الاسم ومعاذ القطر وجبنا فليجيت فلوس وأنا عديتهم حماية لي في المطار خي نحنا وقت النهارة اللي قلت أنا الناس هذية عملت معناها كوارث ورايقلت هو ما قالوا يقول لي مش نحنا يقول لي أنا بريء من ما تمسبوه انتوما لرواحكم أنا أكرر لكم في كلامكم أخرجوا قولونا هذا الشخص راه لا يلزمنا ولا حكموه ولا كذا وهم مفتوح فيه قضايا وكنت انتوما خي مش هو كان يجيب الفنانين لداره وشيخو يبدأ تباركلا تباركلا مو في دار وذاكا هو يقول أنا كنت نجيبه شوري بيت ليلتين في داري في وسط التشجيلات وعلى فكرة نفس الجيهة رايمت على التسريب هي نفسها ها معز راه وقت لنقدموا لهم نصائح يوليوه نحنا نقوله في كلام خطير ويجب تتبعنا فما قيادية داخل النهضة مهبت عليها ستاتيويا بعد الحسة متع نهارين تاني ما نعرشها ما عاش نفهم أنا في الصفات لأنه وتلمو يتنقلوا بين المواقع ما عادش عارف مرة في فضاء الحكم مرة في الفضاء الداخلي مرة هاي في الفضاء القانوني وانا ما نعرش قرات قانون ولا تدعو إلى محاكمتي نتيجة ما قلتو أنا نحب نقول لحاجة واحدة ودي مش أنا قلتو ودي نحن ناقل الكفري ليس بكافر نحن نراهم قلنا كلام انتو ما قلتو على بعضكم خي عادل داع داعوين كان ما كان شو معاكم اخي اليوم منذ لونيسي ما هو معاكم نحكي لكم على التسريبات الأخرى وعلى الحاجات اللي تكتبوا فيه في الساتيوية على بعضكم انتو ما قاعدين تقولوا فيه نحن كنقولوه يولي كفر انتو ما تقولوا فيه على بعضكم ونحن كنقولو رأو أخلاقة الحياة السياسية رأو أخلاقة الحياة السياسية تسحب عن نس كل وقت اللي توجهنا بهذا للتنسيقيات بتاع قايي السعيد وتوجهنا بالخطاب هذي للمسؤولين داخل هذا النظام ونتوجهوا به قبل اللي جمعت نداء تونس ووصفناهم بالوصف اللي هما يستحقوه فالعمليات بتاع العرب داللي عملوها توجه بعضهم ووجهناها لتحية تونس في عمليات التسريبات متاع اللي جان المركزية الداخلية ووجهناها للناس الكل ونرجوه للناس الكل اليوم وغدوة بعد غدوة وما لازمش هذا الخطاب يمر مرورا الكرام راهو التشويه والهرسلة والحديث على الفلوس والحديث على كذا راهو مسائل خطيرة جدا وانا منيش ندعو للناس لليل إيقافها ولليل تتبوحها لحد شيء أتحدث عن الجانب السياسي والسياسي فقط